مش هقولك يمسك سكين او غزه او هات مدفع رشاش وفرهه فيه يعني اكيد مساء الخير والتفاول والهانة على اجمل ناس في الدنيا ومش عارف الدنيا عايزة مننا ايه كل ما نيجي نصيف تبرد نتقل تاني موضوع مهمة وهنتكلم في النهاردة يعني من خلال الاسئلة اللي اتبعتت في الفترة الاخيرة شخص جرحني شخص جي علي شخص يسابني بدون سبب لانتقام وانا ما بحبش اسميه انتقام ولكن اخد حقي احتفظ بكرمتي ارجع كرمتي كده التعبير يبقى مهضوم شوية من وجهة نظري اه حقك ان انت تفكر في حاجة زي كده لكن لو كنت مظلوم ما تعذبش بيه حد يعني ما ظلمكش هو ده اللي احنا هنتكلم فيه في حلقة النهاردة وبرحب بيكم يا ريت اللي ما اشتركش اشترك عشان شعراتنا ويفضل متابع معنا على طول وجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به وتعالوا معنا بينا بقى وتعالوا بينا بقى معلش نبتدي في موضوع حلقتنا المهمة او يلا بينا مش هقولك يمسك سكينة وغزوا او هات مدفع رشاش وفرغوا فيه يعني اكيد الموضوع مش كده في حاجات كده النفس البشرية اللي درسها واللي مروا بتجارب والخلاصة يعني في حلقة النهاردة اول حاجة النجاح في اي حاجة يعني خلاص وسبك بعد عندك جرحك ايا كان انفصلته يعني في النهاية تميزك ونجاحك في اي حاجة لي سلاحين قاتلين اول حاجة ان انت بتدي له مسيج ان انت يعني بعده عندك ما ضمركش بالعكس ده هو لما بعد ولما سابك انت تميزت في حاجة اي ان كان شغل دراسها مادة اي حاجة اي حاجة انت تنجح فيها الشخص ده حتى لو ما بينش بيزعل بيزعل لان دي طبيعة النفس البشرية يعني انا اللي كنت معطله انا اللي كنت مخلى حياته وحشة يعني بدل ما يتأثر بالبعد وانا حاجة كبيرة اوي واعتقد ان هو تعبان من غيري يقوم يتميز يبقى ده بتدي له مسيجين او بتدي له رسالتين مهمين او اول حاجة ان بعدك عني اهو لو انا متضمر او متكسر عمري ما كنت هتميز في حاجة تاني حاجة ده انت وجودك بالعكس ممكن هو اللي كان معطني وكان سبب فشل يبقى دي طريقة تاني طريقة لو انت ارتبطت بغيره او وصلت له احاء ان انت هترتبط بغيره خلي بالك بقى فارق معاه ولا ما انتش فارق معاه مدام كان مرتبط بيك وبعد هي النفس البشرية كده حس ان انت هترتبط اصلي في حاجة اسمها حب بامتلك في حب حقيقي بمشاعر وفي حاجة اسمها حب بامتلك دائما الاشخاص اللي هما من النوعيات دي بيبقوا مرضى نفسيين بحب الامتلاج فهو لا عايزك يعني لا تبقى لليه لا هياخدك ولا هيرتبط بك ولا تبقى لحد تاني طيب ليه هو كده هو بيتلزز بكده فيه اشخاص كده فكونك ان انت ترتبط او تدي له احاء ان انت هترتبط او هتدخل في علاقة او خطوبة او زواج او اي ان كان بيبقى بيهري في نفسه بيبقى بيمكت في نفسه بيبقى عامل زي الفولة على النار كده ومش على حام ولا على بارد زي ما احنا بنقول وبتعذبه ما فيهاش كلام احسن ما تقعد حاطت ايدك على خدك وبتبكي ومستنيه انه هو يرجع لك وبتدي له كمان مسج قوي اني انت شفت اللي احسن منه انت شفت اللي افضل منه انت جالك اللي هيعوضك عنه بالعكس عملت خير لما بعت انا ما اتضمرتش انت اديت فرصة لحد اميز وافضل منك انا ارتبط به وكون سعيد او اكون سعيدة معاه ثالث حاجة الاهتمام بالنفس الاهتمام بالنفس او تغيير الستيل بتاعك مهتمة اوي بنفسك بتزعاله برضو هي كده طبيعتنا كده بيهتم بنفسه اوي وبيهتم بشكله وبيهتم بمظهره وبتزعاله لو انا يعني سبته او لو انا بعيدت عنه الاهتمام بالنفس بيزعاله اوي يعني وبيعزب وبيدايق وبينرفز وبيكون مزعج اوي اهتمامك بنفسك او محاولة اهتمامك بنفسك رابع حاجة ومن اقوى الحاجات كمان التجاهل التام ولكن خلي بالك بقى بدون عصبية او نرفزة او زعل او ندم يعني موجود كانه مش موجود تتعامل اصل في بعض الناس بتعتقد ان التجاهل اجي رازع بلك واجي منزل منشورات فيها شتيمة واجي عامل كده بسطات وكلام من تحت لتحت يعني وهو عارف ان هو المقصود ده كله اندال اللي بيدول ان انت مفروس وان ان انت ندمان وان ان انت من تشطيق نفسك لا طبعا انما التجاهل الصح هو ان انت تعيش حياتك عادي تضحك وتغذر وتخرج وحتى لو في مكان هو موجود فيه تروح ما فيش اي مشكلة ولكن كانه هوا يعني لو احنا ثلاثة قاعدين وهو التالت احنا اتنين بس لو احنا خمسة قاعدين وهو الخامس احنا اربعة بس قاعدين كانه مش موجود يعني ده هو التجاهل بتتعامل بطبيعتك من غير نرفزة ومن غير عصبية ومن غير كلام في ترمية ومن غير ارف لما يبصلك ومن غير ان انت تيجي عامل كده وعمل نفسك ان انت لا يعني تتعامل عادي هو ده التجاهل الصحي اللي بيفرس زي ما احنا بنقول كانه هوا هوا سهلة يعني عشان ما تبقاش معقدة بالنسبة لحد موجود كانه مش موجود تهميش قاتل وواضح اللي يعمل الاربع اشياء دول يقدر انه هو ينتقب من اي حد ويقدر انه هو يزع على اي حد نفسيا ويقدر انه هو يدي رسالة قوية او لأي حد او لأ يعني زي ما احنا بنقول كده وجودك زي غيابك بالعكس انت هتدله هتدله رسائل حلوة هتدله رسائل حلوة قوي او لها ان انت باعدت عني فاهتمت بنفسي باعدت عني فتميزت وانجحت باعدت عني فعادي انا حياتي مشية طبيعية باعدت عني ففيه شخص تاني عارف امتي دخل حياتي نقدر من خلال حتى لو على سبيل الاحاءات يعني حتى لو انت من جواك عايزه ومش قادر تعمل كده ولكن انت دلوقتي انا برد على سؤال عايز ارجع كرمتي خلي بالكم بقى ودي المفاجأة في نهاية الحلقة ممكن اللي يعمل الاشياء دي مظبوط تمام الشخص ده يعيد التفكير تاني ويرجع لأقسم بالله والعكس صحيح يعني لو انت ما عملتش ده وعملت العكس ممكن يقول كويس ان انا بعيدت عنه فعلا شخصية فشلة فعلا شخصية انا كتير عليها ما انا قلت قبل كده هي المشكلة في حتة لو الطرف اللي معاك حس ان هو كتير عليك هي دي المشكلة هي دي الصعوبة في الموضوع ككل لكن صدقوني اللي يعمل كده الطرف التاني بيبقى هو اللي ندم بقى هو اللي ندمان عليك بقى ازاي تخليه يندم عليك ازاي تخليه حس ان هو خسلك حتى لو مش هيرجع لك بس بينه وبين نفسه هيبقى عارف ان في حاجة قيمة كانت في ايده وهو فرد فيها ودلوقتي ندمان عليها وهو ده المطلوب وهو ده اللي يهمك ومش عيب ان انت تاخد حقك مش عيب مدام هو وجه عليك وظلمك وليك حقه عنده ان انت تاخده بس اخد الحق حرفة ما احنا قلناها كتير قبل كده اللي هيتغاشم ويتعصب ويخترع فلسفة من عنده لا هيروح ولا هيجي هيدحك الناس عليه فلازم هي صنعة شئنا ابينا اتفقنا اختلفنا هي صنعة الزكي واللي بيجيد فيها بيعرف يا عمر اللي هو احيزه غير كده الدنيا كلها بتيجي عليه وفوق دماغه دي الف بحياة انا بشكركم جدا ويا ريت لو شافيه الحالة دي مفيدة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا نشير على قد ما نقدر عشان الافادة توصل للي محتاجها اللي بعتلي وانا مرددش علي انا بعتزر جدا هرد عليه ان شاء الله واللي بيسأل ازاي تواصل معايا الانستجرام والفيسبوك قنواتنا التانية كل الرابط دي لو انت على يوتيوب في وصف الفيديو لو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات هتلاقيها في وشك كده بنعمل لايف فيم بناخد اسئلة فيم بندردش مع بعض فين على الانستجرام والرابط هتلاقيه برضو موجود في وصف الفيديو او في التعليقات هتوحشوني جدا وان شاء الله نلتقي بكرة ترجمة نانسي قنقر